نحن منذ اليوم الأول حملنا رئيس الجمهورية مسؤولية السلامة الجسدية للأستاذ نوردين البحيري لأننا نعلم جيدا أن رئيس الجمهورية هو الذي أعطى الأمر المباشر بإيقافه وهو الذي أعطى أيضا الأمر المباشر بانتهاك حقوقه وبالاعتداء عليه وساعده في ذلك وزير الداخلية قدمنا قضايا في تونس ضد رئيس الجمهورية وضد وزير الداخلية وضد الأعوان الذين اعتدوا عليه وقدمنا قضايا أيضا في الخارج وتقارير لمنظمات دولية وسنذهب إن لزم الأمر حتى لمحكمة الجنايات الدولية في روما لتسجيل أن ما حصل هو انتهاك للإنسانية وأنه لا بد لمن قام بذلك من أن ينال العقاب الذي يستحق ولذلك نحن منذ اليوم الأول وجهنا الاتهامات بشكل مباشر لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية وللأعوان الذين قاموا بهذه العملية طيب سيد الشعيبي يعني تحملون المسؤولية بأن الرئيس شخصيا أمر باعتقال السيد البحيري لماذا؟ لماذا هذه الشخصية؟ هو هناك سياسة للتشفي وهناك حقد وضغينة يحملها رئيس الجمهورية يحملها لسيد البحيري؟ لماذا هنا لهذه الشخصية؟ سياسية ضد كل الطبقة السياسية التونسية وعبر عن ذلك رئيس الجمهورية في أكثر من مرة في وسائل الأعلام يعني في كلماتها التي ألقاها من تحقير للسياسيين والنخبة التونسية وبالتالي مفهوم هذا السلوك ولا نستغربه وكنا نتوقعه منذ اليوم الأول وإن لم نكن نتوقع تماما أن تصل درجة الوحشية في التعامل مع الأستاذ نوردين البحيري إلى هذا المستوى وهنا سؤالي مرة أخرى لماذا سيد البحيري؟ لماذا هذه الشخصية بالذات؟ الأستاذ نوردين البحيري هو من الشخصيات الوطنية الأولى في البلاد كان وزير عدل سابق وهو نائب في البرلمان لدورات عديدة وهو محامي ومن كبار محامين التونسيين وناشط حقوقي وله تاريخ يمتد على خمسين سنة تقريبا من النضال السياسي والحقوقي في تونس اليوم استهداف الأستاذ نوردين البحيري لمكانته ولرصيده ولرمزيته وقد سبق هذا الاستهداف الفعلي تهديدات كلمة هل اعتقال السيد البحيري مرتبط سيد الشعبي لم يبقى لأيدي أقل من دقيقة هل هو مرتبط بمسألة تعلق ارتباط سيد البحيري بالمحكمة الدستورية وبالتالي هنا تصفير مصالح شخصية بين الرئيس شخصيا وسيد البحيري؟ لا أنا لا أعرف هذا الموضوع لا علم لي بأن هناك مشاكل شخصية بين رئيس الجمهورية وبين الأستاذ نوردين البحيري ولا أعتقد أن الأستاذ نوردين البحيري يمكن أن يدخل في مثل هذه الخلافات الشخصية أنا لا أعتقد ذلك طيب الحل الآن كيف سيتم مسألة اطلاق صراح هذا النائب اليوم يعني بالنسبة لما يعاني هناك من حل الأمر مرتبط بالساعات القادمة الآن الأستاذ نوردين البحيري منذ أربع أيام لم يتناول للطعام ولا الماء ولم خاصة الأدوية التي يحتاجها الآن كل الأطباء يتوقعون الذين يعرفون حالتهم الصحية يتوقعون أنه لن يستطيع أن يسمد طويلا في هذا الوضع وبالتالي هناك تهديد جديد لحياته ليس هناك من حل أمام السلطة سوى إطلاق صراحة والسماح لأطباءه بالوصول من أمر بذلك هل تعتقد بأنه سيؤمر مرة أخرى بإطلاق صراح هذا النائب الرئيس هنا نعم من أمر باعتقال هذا النائب هل سيؤمر مرة أخرى بإطلاق صراح مرة أخرى ليس له من حل إلا أن يطلق صراحة هو إلا سيكون متهم بقتله ليس هناك من حل آخر أم أن يطلق صراحة ويعطيني فرصة من أجل أن يستعيد إذا صحته أو أن حصل شيء لأستاذ مردين لبعيري فسيكون بأيس الجمهورية ووزير الداخليهما المتهمان بقتله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر